يا بركة بسم الله النهاردة ان شاء الله يوم مهم وان شاء الله النهاردة نبات كلنا فرحنين ومتهنيين ومبسوطين ومنصورين كمان اقل من ساعة تقريبا بعد 50 ديار تنطلق المباراة المهمة بين منتخبنا الوطني المصري ومنتخب السودان الشقيق على تذكرة التأهل الى الدور التاني في كأس الامم الافريقية وللأسف للأسف القدر وضعنا احنا والشقيقة العزيزة السودان في مأزق انه واحد من الفرقتين لازم ينتصر لو السودان انتصر هو اللي يصعد للدور التاني بالمركز التاني لكن ان شاء الله ربنا انسونا طبعا اخوانا السودانيين ما يزعلوش مننا دي كورة والتنافس واكيد احنا وهم بيسعوا للتأهل والانتصار لكن احنا كمصريين طبعا من اتمنى الفوز والتوفيق لمنتخبنا القومي خصوصا انه قادر باذن الله على الانتصار في موقعة الليلة واسعاد المصريين والتأهل للدور التاني وانه يمسح لنا باستيكة انذكرات الوحشة بتاعة المباراة الاولى اللي احنا خسرنا فيها من نيجيريا لعبا ونتيجة وخططا وتشكيلا وكل حاجة عايزين ننساها وتتمحي من ذاكرتنا ونبدأ طريق الحلم اه صحيح هو صعب ومستوى منتخبنا ما يقولش ان احنا قادرين اوي على الفوز بالبطولة لكن مفيش حاجة بعيدة على ربنا ويامة ويامة بطولات اتولدت من حلم صغير وانا مش عارف ليه مش عارف ليه شامم ريحة بطولة بوركينا فاسو سنة 98 شامم ريحتها يمكن فيه ناس مش كويرة اوي او ناس مش كبيرة اوي مش فاكرة البطولة بتاعت سنة 98 دي سنة 98 البطولة كان منتخبنا غير مرشح على الاطلاق غير مرشح على الاطلاق للمنافسة على اللقب ومستوى منتخبنا كان صعب والمباريات الودية اللي لعبناها قبل البطولة كلها كانت هزايم وكان بيقود منتخبنا وقتها الكابتن رحمة الله عليه محمود الجهري وسفرنا واحنا بنلعب المباريات اول ثلاث مباريات في المجموعة ما كانش عندنا مش الحلم ولا حتى الخيال بتاع المنافسة على اللقب كنا بنقول بس يا رب ما نطلعش بفضيحة يا رب ما نطلعش بهزيمة فقيلة يا رب ما نطلعش حصلت المجموعة والله ده كان حاصل وقتها قوم واحدة في واحدة الدنيا تمشي كسبنا اول مطش متهايلي كان ساعتها انجولا لو انا فاكر صح 2-0 وبعدين تاني مطش زنبيا ثم المطش التالت وكنا خلاص ضمننا الصعود لان معنا ستة بونت لعبنا الشقيخة المغرب فاخسرنا واحد صفر بجون الشهير بتاع الداب الكيك بتاع مصطفى حجي مش مهم التفاصيل دي المهم يعني ساعتنا تاني المجموعة بعد المغرب فلعبنا في دور الستاشر مين حد فاكر لا كنت صغرين انت ماشي لعبنا كود فوار في دور الستاشر فمقولوكم كود فوار عشان دي غالبا احتمال ممكن جدا نقابلها المرة دي برضو لو كود فوار بكرة مع الجزائر اتعدلت او كسبت هنقابلها اما لو الجزائر كسبت ما المجموعة تشقلبت ونستنى بقى نشوف مين اولهم وتانيهم وتالتهم يعني يا راجل لعبنا في دور الستاشر كود فوار حلو كود فوار وقتها كانت طواحين طواحين كانت تدوس علينا مرتاح الجهر ينزل لهم بخطة اللي هي والله زمانية سلاحي علمهم العفة والادب زي اللي عملها كده مع ايرلندا في كاس العالم لو تفتكروا لأ من ربع الملعب وطف الشروب اللي هو نسهم الكورة نسهم الكورة ام نازل جوهري بنفس الخطة اللي في ماتش كود فوار هم كانوا فرقين عندنا في مستوى جدا نزل بكل المدافعين اللي عنده وساعتها حتى سامي الشيشيني نزله ومش عارف مين نزله وكل اللي بيعرف يدافع نزلهم وفعلا خلص الماتش والاكسترا تايم صفر صفر ولعبنا ضربات جزاء وكرمنا ربنا بضربات الجزاء وكسبنا خمسة اربعة باخر اللي كان شوبر بيعلى قرماش ساعتها وقال لك حازم يحيى الحرية امام لما حازم امام جاب الفينالت الاخير وصعدنا تقابل مين في السيمي فاينال ما كانش في بقى فيه دور 16 و18 ومش عبية هم كنا 16 فرقة فكان دور التمانية دور الاربعة على طول لعبنا مين في دور السيمي فاينال بوركينا فاسو مش كنا بقول لكم شبه المجموعة دي اللي هي فيها صغيرة هي اللي هتوصل للأدوار المتقدمة لعبنا بوركينا فاسو في بوركينا فاسو فارضهم وملعبهم وعملوا علينا مطش جامد لو لا حسام حسن كان متألق في هذه البطولة فدخل شلت في الجون حالس مارمى بوركينا فاسو في الجون الاولاني وبتاع الكرة تخبط وبتاعه دخلت وجون تاني عالمي حزم إمام عالو عملوا بالكعب لو حسام حسن واحرزوا وصعدنا المباراة النهائية وطبعا كلكم فاكرين المطش النهائي اللي قابلنا فيه جنوب أفريقيا والشوطة المكهرباء بتاعت أحمد حسن اللي بتوعب تلفر مع مرات في الطريق دي فأي حالس مارمى مشوفهاش وجون التاني بتاعت لعبة الجهري الشهيرة في الفاول طريق مصطفى وكل سنة المطايبين حكاية مركينة فاسو أنا شايفها قريبة أوي شوية عشان كلا بقول لكم اوعوا تتشقموا واوعوا تبقوا بتشجعوا المنتخب وانتوا يأسين أو شايفين انه يا بالكتير نصعد وبتعلاء ثقوا في الله وثقوا في إمكانيات منتخبنا وثقوا في اسم منتخبنا لأن اسم منتخبنا حتى لو احنا متضايقين دلوقتي من بعض الحالات في مستوياته لكن اسم منتخبنا بيخض أي فرقة تانية مهما كانت قوية قارة والحاصلة على سبع ألقاب في أفريقيا فمستحيل حد يستهون بينا فازا كانوا هم ما بيستهونوش بينا ايه ما احنا نستهون بينا او بنفسنا تبقى عيبة فادعوا ربنا وثقوا في الإمكانيات وشجعوا واحتفلوا واستمتعوا ان شاء الله النهاردة نحتفل جميعا بانتصار مصري وتأهل مستحق بإذن الله لدور الستاشر ووقتها يحلها الحلال ووقتها يحلها الحلال ومعلوماتي انا بقولكو هو انه ربنا سهل يعني معلوماتي ان كروش واخد حبوب العقل في المباراة النهاردة فالتشكيل اللي وصلني ويا رب يطلع صحيح اقرب الى الصعي يعني انا معترض على مركز واحد بس حلو قوي كده حلو قوي كده انا في مطشي لايجيريا كنت معترض على ثمان مراكز فانا معترض على مركز واحد وانتو عارفينه طبعا مين لكن التشكيل اللي وصلني لو هو ده الصحيح يبقى كروش كده استهدى بالله وعرف انه اللحق الشناوي عمر كمان عبدالواحد ايمن اشرف حجازي الونش بيلعب بالنني وده طبعا المركز واحد انا معترض عليه بيلعب بالنني وعمر السلية وجنبهم زيزو وقدام السلسي اللي هو مقتنع به محمد صلاح يمين مصطفى محمد ومربوش ايه ايه اعلانه جر اللي انا قلته اه صحيحنا قاسف الونش صح الونش مصاب محمد عبنا اما كانه يا راجل يعني مش هيلعب زيزو برضو بيلعب ماشي بس عبدالله الساعد تمشي معند انا كنت شايف من التدريبات انه مهتم جدا بزيزو مش عارب اوه مهتم جدا بزيزو في التدريبات بس يعني مبارح التدريبات كان زيزو فيها عامل اساسي يمكن يمكن هو بيتعامل مع زيزو على انه بديل استراتيجي او احتياطي استراتيجي او يعني مش عارف يعني نخبطنا الاخ كروش قوي يعني قوي بس ان شاء الله خير ان شاء الله على الاقل ان عبدالله الساعد و بلاي ميكر ها ان شاء الله خير باذن الله خير تفاعلوا بالخير تجدوا و ان شاء الله نهني انفسنا باذن الله اشتركوا في القناة